مرحبا بكم أصدقاء قناة لسونس شير التعليمية Information Technology Institute معهد تكنولوجيا المعلومات مصر هو معهد تابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية وقد أشرف على إنشاء المعهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في عام 1992 بدأ المعهد من هذا التاريخ في تخريج أكثر من 5500 تخريج على مدار 33 دفعة وكان وما زال خريجي المعهد هم النوار الرئيسية لصناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر وهو المعهد القائم بالإشراف على ملاكز المعلومات على مستوى جمهورية مصر العربية وهو الذي يوزع معايير الجودة الأيزو على هذه المراكز وبالتعديلات التي تطرق على معايير الجودة كما أنه يقدم منحة التسعة أشهر في مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة سواء شبكات الحاسوب، التعليم الإلكتروني، نظام المعلومات الجغرافي، الوسائط المتعددة، البرمجة وغيرها من المجالات وتعتبر هذه المنحة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط كما تعمل على تضافر جهود القطاعين العام والخاص حتى تحظى مصر بمكانة متقدمة بين الدول في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات فقام برنامج تطوير مهارات بالإطلاق EDU Egypt الخريجين المصريين المرحلة الثانية من برنامج تدريب المدربين TTT بالتعاون مع ثلاث جهات معينة بتقديم الخدمات التعليمية من الهند ألا وهي First Source IBM InfoSize شركات وذلك اعتبارا من 3 مايو حتى 25 مايو في عام 2009 وتهدف الدورة التدريبية التي ستمد من 6 إلى 8 أسابيع إلى تدريب قطاع العمل المتصل بمجال عملية تعهيد الأعمال في مصر وذلك عبر تزويد خارجي BPO الجامعات بمناهج شاملة ومتعددة المستويات ومستفيدة في هذا المجال وسوف يتضمن البرنامج موضوعات مثل المهارات اللغوية والفروق الثقافية والحضارية وخدمة العملاء إلى جانب مهارات التعامل مع الحاسب ومعالجة البيانات وقد كشفت دراسة الدولية أصدرتها حديثا شركة مكانساة ومنزل استشارية العالمية أن المهارات الاحترافية والكفاءات البشرية باتت أولوية استراتيجية الختمات التي تقدم هذه المنحة برنامج التدريب الاحترافي 19 EDU Egypt فروع المعهد الفرع الرئيسي القرية الذكية فرع الأسكندرية فرع المنصورة فرع أسيوت فرع جامعة قناة السويس فرع النزهة اشتركوا في القناة